في عدد من الحكايات الإنسانية كده من القصص الإنسانية المختلفة النهاردة تم الكشف عن وقع الوقع دي كانت خاصة بواحدة ست منتقبة سابت طفلين توأم في حضانة في أسين وفقاً اللي قدرنا نفهمه المعلومات اللي تم جماعها من قطاع الأمن في وزارات الداخلية إنه الست دي ربت بيت كانت مع جزها ودكتور سنان سابوا العيال في الحضانة علشان مش قادرين يصرفوا عليهم بدأ إزاي الموضوع ده؟ بدأ لما ست متوجهة للحضانة في أسين سابت الولاد الولاد دول توقم عمرهم سنة ونص وقالت لإدارة الحضانة إنها بتشتغل ممرضة وحترجع تاخدهم مرة تانية سابت الطفلين مع شنطة صغيرة فيها شوية حاجات تخصهم وما رجعتش مرة تانية علشان تاخدهم ست المنتقبة بعد ما سابت العيال في الحضانة ركبة توك توك ووصلها لغاية موقف العربيات وقلعت النقاب في الموقف وركبة عربية كل المعلومات دي تمت من خلال قطاع الأمن العام علشان أجارة عربية توصل بيها لغاية رود الفرق بعد كده تم زبطها هي والأب وعترفوا بالواقع وقالوا أنه كان فيه الجواز تم من سنتين خلفوا الولاد وحصلت المشاكل بقى مع أهل الزوج بارتباطه بالست مراته فرق السن يعني شوية المشاكل دي قدت لعدم قدرتهم على رعاية الأطفال مو من المعلومات دي طبعا تم جمعها من خلال زي ما قلت حركهم وزارة الداخلية وقتاعة الأمن العام بعد ما كان الناس كلها بدأت تتكلم إيه السبب الولاد جم منين تسابوا مين اللي سابهم بالزبط